تتضح السياسات من خلال الأشخاص الذين يعينون كمسؤولين فيها وترسم العلاقات بين الدول بناء على تلك الشخصيات ومواقفها ونفوذها وهي التي اضطرت لترك مناصبها حين خالفت السياسة ما يرونه صحيحا من واشنطن تتكشف سياسة بايدن المقبلة في الشرق الأوسط فتقول قناة سي إن إن الأميركية إن الرئيس المنتخبة عين بريت ماكورغ مديرا لملف الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الأمن القومي بالنظر إلى الرجل وخلفياته وسياسته التي كان يسير عليها إبان تسلمه منصب المبعوث الرئاسي الأميركي في التحالف الدولي قبل أن يغادره عام 2018 اعتراضا على قرار ترامب سحب القوات من سوريا فماكورغ خصم لدود للأتراك وصلت العلاقة بينهما حد العراك الدبلوماسي نتيجة مواقف بريت السابقة من قسد وحزب العمال الكردستاني حتى وصل الأمر لوصفه كرأس أفعى في الصحف التركية مهمة ماكورغ الجديدة لا سيماوى أن الملف السوري ضمن أجندته وصلاحياته شكلت صدمة في الأوساط الدولية فالرجل يرى أن نفوذ الروس في سوريا يتوسع على حياته وقاطع ومهام وزارة الخارجية وذلك حصل حين عين جيمس جيفري بديلاً لماكورغ والذي حافظ على توازن نسبي في العلاقة مع أنقرة واليوم ينفرد بريت ماكورغ بجغرافيا كبيرة تنشط فيها أنقرة من سوريا إلى ليبيا فأية عكاسات لمنصبه الجديد في العلاقة مع اللاعبين الدوليين في سوريا وأي اهتمام سيحظى به الملف السوري لديه وإن كانت مواقفه وسياساته واضحة لكن هل يقدم الرجل شيئاً جديداً أم يتابع ما توقف عنده